يعلم بحضراتكم مرة اخرى اشرفني ونورني في هذه الفقرة زمالنا العزيز محمد جمال محلل رقم عشرة اجيمي بنور الدنيا حبيبي يا كم اخبارك ايه بصوا جماعة بصوا جماعة اقول لكم بصراحة جيمي ما كانش مقدر له ان يكون دي في النهاردة كلمته وطوله دي تبقى موجود النهاردة ولازم موجود النهاردة عشان ياخد حقه الراجل دا كان معايا من اسبوع وقال نصا كده قال لي صفقة وسام ابو علي لعب الفلسطيني هيتم حسمها بشكل رسمي يوم 8 يناير وقد كان انا ما ظنش انا دايما ما بدي عيش ان احنا ننفرد واخبار حصة يمحبش الجمال دي دايما يعني كل الناس بتكتغل كل الناس بتشتغل بس هو اكتر واحد قالت قول الفاصل في هذه الصفقة كان لازم ياخد حقه وهو موجود على الهوى بصراحة يعني حبيب يا كيمو اشكرك طبعا وده شغل البرنامج كله شغل الناس يعني مش مش شغلنا حبيب انا عايزة بتكلامي معلش انت ليس هتقول كلام حالو بس انت انا عايزة بتكلامي شوفوا جيمي قال ايه ونرجع هنسمع جيمي بقى تفصينا عن اللاعب خليكم معنا بليه الدنيا ويقفت دلوقتي بسبب الاعيات والراجل قال لي احنا جونسون ادرستروم قال لي مش هنشوف اي حاجة ولا هناخد اي قرار ولا هنتكلم في اي حاجة اللي يوم اللي يوم تمانية تمانية يناير بعد نهاية الاعيات تمانية يناير فما فيش اي حاجة من هنا لحد تمانية يناير فيما يخص النادي تعال روح لللاعب بقى ووسام أبو علي وعلى مسئوليت ووسام أبو علي ووسام أبو علي موقع موقع عقود انتقاله للنادي الاهلي الكترونيا من عشرة ايام لا ما تهزرش موقع عقود انتقاله للنادي الاهلي مدة اربع سنوات ونصف الكترونيا وانا عشرة راجل طيب بقوله لا ما تهزرش دلعا راجل فعلا ما بيهزرش يا جماعة